إن قلت طيب ما جايز أنا مش مفرط وأزلها عني من أجل أن يرفع الدرجات مش ممكن يكون الابتلاء كما إن الابتلاء كفار للسيئات بيكون رفع في الدرجات نعم ممكن لكن الإمام السبكي عايز كل واحد فينا يعرف مقامه ولا يحسن الظن بنفسه وده من الأدب مع الله سبحانه وتعالى فقال فإن قلت قد يزيلها أي النعمة زيادة في رفع الدرجات قلت نعم ولكن اعلم أن هذا مقام عسر لم تصل أنت إليه ده ظني في نفسي ظني في نفسي أيوة دي لها أهلها إن فعلا في ابتلاء رفع في الدرجات له أهل وناسه وله مقامات أنا مش من أهل هذا المقام ظني في نفسي كده أنا أعلم ما في نفسي وأعلم وضعي إنما وإن كان لا حرج على فضل الله أن يجعني من الذين ترفع درجاتهم ولكن ظني في نفسي أنه بسبب طفريتي هذا ظني في نفسي حتى وإن كان الأمر على هذا الأمر لكن ظني في نفسي أنه بسبب طفريتي وإن كان لا حرج على فضل الله لكن الأصل أن يعرف الإنسان مقامه ولا يتشبع بما لم يعطى فعلى الإنسان أن يرعي ذلك هو قاعد يقول له وانا بتكلم مع أهل هذه الطبقة اللي هو الابتلاء في حقهم رفع في الدرجات هيكون كلام مختلف جدا لأن هنا البلاء هيكون نعمة أعظم من النعمة التي انزوت وهذا له مقام آخر وهذا مقام له أهله فخلينا في اللحنة فيه كأنه يقول هذا عليه رحمة الله تعالى فهذه واحدة من الأمور الثلاثة